سياسيا كشفت مصادر سياسية أن العلاقة بين قادة الأحزاب الشئية تتسم بالوعورة وعدم اللثقة منذ سنوات فلاود دائم ولا قطيع نهائية المصادر ذكرت أن قادة الإيطارية شعرون بقلق متزايد من طموحات السودان المستقبلية وخاصة متعلقة بالانتخابات المقبلة مبيناتا أنهم لا يريدون معادات السودان بشكل كامل ولا يريدون إقصائه بل أن يبقى لاعبا بالمستوى الثاني أن أمكن ذلك هذا وأشرت إلى أن وجود إمكانية عودة العلاقات للإطار التنسيقي إلى طبيعتها مع السودان ليتعلق بقضية التنصت وحسب بل يجب حل القضايا الأخرى التي تفجرت في المرحلة الأخيرة ضمنها تفاصيل متعلقة بسرقة القرن وتصريحات حيدر حنون هذا وظفت أن بعض قادة الإطار المؤيدين للسودان حتى الآن يتجاوزون كل هذه المشاكل في إطار تكتيك سياسية بهدف دفعه للتحالف معها في المرحلة المقبلة مرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر